لماذا يقعنا في الحبية لا يسلمونه الشيء الذي يقع في بلادنا شيء عظيم الحرية والحق الانتخابي وكل صبحت عنا لن يوقع القانون إلا ما تكون الكتلة والكتلة يجب أن تلوز المجموعة والمجموعة يجب أن تخليش ببعضها رأونا هذه المكاسب اللي ردوا بركم سيبو فه ردوا بركم سلمو فه يقالكم كما يقع لغيركم أي واحد يحطوه في الحبس لا يسلمونه عليه هذه هي حبيث لنفهمكم شيء في الحق البرلماني كيفاش في تونس لا يوجد الحق البرلماني